أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن استغراب بلاده لبيان صادر عن البرلمان الأوروبي بشأن دمج اللاجئين في المجتمعات المضيفة مؤكدا أن هذا الموقف يتناقض مع دعوة بيروت المتكررة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ونقلت الرئاسة اللبنانية في بيان عن عون تأكيده خلال لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير راجد الراف القول استمرار عمليات عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا على دفعات مشيرا إلى أن عدد العائدين بلغ 390 ألف لاجئين لم ترد أي شكوى منهم عن ضغوط تعرض لها بعد عودتهم اختتمت أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والتي استمرت يومين في مدينة ميلبورن الأسترالية بمشاركة نحو 76 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وشهد المؤتمر ست جلسات حوارية تناولت الأولى التهديدات الإرهابية المتطورة فيما نقشت الثانية موضوع استجابة وردود الأفعال الدولية على مسألة التمويل الإرهابي ترجمة نانسي قنقر